الأولاد بيقولوا في المدرسة أو سمع ما عرفش إيه فبيجرب إنه هو يهرب من مشاكل البيت أيوة لازم تعرفوا ده لازم يعرفوا ده وناس كتير من اللي سمعيني من الكبار عارفين الكلام اللي أنا بيقوله ده وإنتوا نفسكم كأباء وأمهات عارفين الكلام ده يبتدوا يهربوا يهربوا من ده إلى هذا السرية وساعات بتبقى وسيلة للتنفيذ سعنة نغوط حاسس إنه هو مضغوط 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 فيعمل إيه فيستخدم ده وكثير من المتخصصين دايما بينصحونا إننا نركز في إسلوب تعاوننا مع أولادنا إن التعامل بطريقة فيها شكل من أشكال القسوة والتسلط المبالغ فيه أو امتلاق البيئة الأسرية بالتفكك أو العنف أو الخلافات طول الوقت ممكن تدفع أولادنا لإدمان العادة السرية عشان يهربوا من الواقع ده أو عشان ينفسوا عن نفسهم في حاجة بتشعرهم بلزة لحظية فيحسوا بالانتشاء وبعد كده يحسوا بإنهم غابوا ويعيشوا في خيالاتهم فيخرجوا من الواقع اللي هم شايفين وواقع مش مناسب لحياتهم فيعيشوا في خيالاتهم ويحسوا كمان في نهاية معاشوا في خيالاتهم إن فيه مكافأة ليهم لما يوصلوا إن يتفرز الدوبامين عندهم ودي من أكبر مشكلات الحياتية اللي بيتسببها إدمان العادة السرية اللي هي إدمان الهروب اللي بتوصل في الآخر الإنسان إلى حالة كلنا شايفينها بيعنينا اسمها حالة الهشاشة النفسية إن الإنسان ما يبقاش عنده سمود ما عندهش ريزيلينس ما عندهش سمود يعني إيه؟ يتكسر من أهل لحاجة يقع من أهل لحاجة يتوه من أي مشكلة بعض اللي بيمرسل على السرية بيمرسوها من أجل كمان التعويض زي ما بعض الدراسات وضحت إن التعويض عن الفراغ العاطفي سواء الفراغ العاطفي للأب أو الأم أو الفراغ العاطفي للإخوات والحاجة إن هو يبقى مش بيتعرض للرفض لما يكون هو الطفل المرفوض اللي جي غلط ففي أوقات كتيرة وجدوا إن الطفل اللي بيحس إن هو الطفل غير المرغوب اللي هو جي غلط أو الطفل اللي هو مش مميز الطفل دايماً المهمش بيجدوا عشان هو عنده حاجة للقبول بيكون أكتر تعرض لمسألة العادة السرية فمهم إن يكون مركزين مع أولادنا ونشبعهم من الاحتواء والمحبة والقبول وهم صغيرين دي تسمعوني كتير بتكلم عن مصطلح الاحتواء البديل أنا كمان عندي مصطلح تاني اسمه احتواء الزات إن الشخص ما يروحش يبحث عن احتواء خارج الأسر لكن هو يتحول إلى محتوي لذاته يعني إيه محتوي لذاته هو بدل هو مش قادر مش لاقي حد يحتويه هو يحتوي ذاته فشكل من أشكال احتواء ولي ذاته اللي هو الاحتواء السيء إن هو يحتوي ذاته عن طريق إسعدها بالعادة السرية وهو ساعتها بيقول أنا ما بأزيش حد ده أنا بحاول أعوض اللي ما لقتوش مع أهلي ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه عشان ما يبقاش ده ويقدم لنا نموذج رائع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه اللي حاصل يدخل عليه الأعراب وهو مجلس سيد الحسن وحسين على أفخذي وبيقبلهم وبيحتضنهم فالرجل يقول له بكل قسوة العراب أشد كفره يعني شيء من القسوة يقول له أتقبل أولادك يا رسول الله إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط رسول الله من المرات الأليلة إني نشوفه بيواجه الشخص بكلام عن ذاته فقال له ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك لي يا رسول الله قلت للرجل ده هذا الكلام بهذه المواجهة لإني أولاده في خطر زي ما قال للصحابي إن لأهلك عليك حقا لإني زوجته في خطر فأولاد العشرة من الأولاد دوله في خطر وعشان كده من أهم المخاطر الوصول لإدمان العادة السرية إنه بيهدد منظومة الإنسان القيامية بتهدد أخلاقه وبتخلي صورته عن نفسه صورة بتنهار وبتتكسر ويتحول إلى إنسان دائم من إحساس بالخزي والعار والكآبة طول الوقت وبينعازل عن الناس بينعازل عن الناس ليه؟ لإنه حاسس في أوقات كتيرة اللي بيمرسوا العادة السرية بيحصل لهم شعور إنه هم أشخاص ملوثين ملوث وحتى هو لما إحنا عرفين هذا السرية لما بنعرفه الحكم إنه هو بيروح يختسل بيحس إن الاختسال ما عملش فيه حاجة وكتير من اللي بيمرسوا العادة السرية في مستقبل حياتهم مرشحين أن يصابوا بالوسواس القاهري لأنه بيحس إنه هو مش نظيف ولا طار إزاي بقى أن نتعامل مع ملف الصعب ده؟ ترجمة نانسي قنقر